استقبل فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو صباح اليوم بمدينة أم جرسة وزير الخارجي الجزائري أبد القادر مساهل الذي جاء حاملا معه رسالة شفهية من الرئيس الجزائري أبد العزيز بوتفليقة إلى نظره تشادي وذلك تعميقا وتعزيزا لسبل العلاقات التي تربط البلدين تقرير رشاد حصنطح حاضرة إقليم إنيدي الشرق تستقبل وزير الشؤون الخارجية الجزائري أبد القادر مسهل الزائر للبلاد الدبلوماسي الجزائري الذي جاء لمقابلة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو حمل معه رسالة شفهية إلى فخامة رئيس الجمهورية من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ورافق مساهل إلى أم جرس نظيره في الخارجية كادية حسين إبراهيم طه زيارة وزير الشؤون الخارجية الجزائري للبلاد تدخل في إطار جولته التي يقوم بها لدول الساحل المقابلة التي حضرها وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي هسين إبراهيم طه ومدير المكتب المدني لرئيس الجمهورية عيسى علي طاهر تباحس فيها مساهل مع فخامة رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية وسبل دعمها والقضايا الإقليمية والدولية والأزمة التي تعاني منها دولة ليبيا إضافة إلى البحث في مكافحة الإرهاب كنت حاملا رسالة من فخامة الرئيس عبد العزيز بالتفريغة إلى أخيه الرئيس الجمهورية الشادي هذه الرسالة رسالة مودة ورسالة صداقة وهذه علاقات ما بين بلدين شقيقين تربطهم كما تفضلت للتاريخ والاهتمام بما يجري في جوارنا إذا تترقنا إلى العلاقات الثنائية وهي علاقات ممتازة وبالخصوص بعد زيارة الدولة التي قام بها الفخامة الرئيس دبي إلى الجزائر واتفقنا أن في الأيام المقبلة سيزورني زميني وزير الشؤون الخارجية وتعاون للشادي جزائر لكي نقيم هذا المراحل اللقاء بحث أيضا تطورات الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والإقليمية والجهود المشتركة لدعم الأمن والاستقرار داخل القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وما أن خرج من المقابلة صرح الدبلوماسي الجزائري بقوله إن اللقاء أفضى عن نتائج قيمة تخدم مصلحة الدولتين الشقيقتين والقارة الأفريقية تترقنا كذلك الأوضاع في المنطقة سواء الأوضاع في الساحل أو الأوضاع في ليبيا تترقنا إلى استراتيجياتنا لمكاعدة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة هذا يحتاج منها تنسيق تنسيق كبير يعني المنطقتنا مسهدفة والتحاور والتشاور وتبادل الخبرات هذا ضروري بالنسبة لنا وتنسيق حتى على مستوى الدولي في مخصص هذه القضايا اللي هي حقيقة أصبحت تهدد أمن وسلامة بلدين ترقنا إلى موضوع الهجرة السرية كيف نعالج ذلك وهذا كذلك يعني داخل في إطار التشاور دائم كيف نلقى الحلول لا سيما كذب الأفريقية ولقى حلول كذلك مع الشركة أنسة وكانوا في أوروبا أو في بعض المناطق من العالم هذا كذلك يحتاج منها تنسيق كبير وتبادل التحاليل وتعود العلاقات الجادية الجزائرية إلى أمد بعيد وتتبادل الدولتين مصالح متعددة خاصة في المجال التعليمي والتدريب المهني